اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في معاملات ده برضو فيها معاملات وان ده المعملات عندي لاما سوابت لاما متغيرات وان اي كلمة او متغير عاوز اكتبه لازم بيكون في حروف العادية بتاعتنا اللي منقيته زد سواء كان كابتل او صمول ينفع ده وينفع ده المهم ما اكتبش في المتغير اللي انا عاوز اكتبه احد الكلمات المحجوزة في لغة الجافة زي الافة او الفور او السويتش او اي حد من الكلمات دي واخدنا بعض المسائل الحسابية على برنامج الجافة على الجامع والطرح والضرب والاسمة وباقي الاسمة وعرفنا ازاي اجمع عددين صحين يعني اللي اثنين انتجر يعني اللي اثنين اعداد صحيحة ما فهمش علامة عاشية وازاي اجمع اعداد واحد صحيح واحد حقيقي يعني واحد فيه علامة عشرية والتاني ما فهمش علامة عشرية واخدنا بعض القواعد لغة الجافة زي مين اي وا زي قاعدة F اللي هي قاعدة المقرنة اللي هي ايه اكبر من B اه الدرجة للنجاح بتاعته اقبل من خمسين ابقى ناجح او راصب خدنا ازاي اقارن او اعرف ازاي كان العدد ده موجب او سالب او بص وصفر ازاي اعرف ان عدد ده زي ما خدنا المرة اللي فاتت مين اللي فات كان مين بقى ايوة لو الاسم على اتنين برافو عليكم كده ازاي كان العدد ده زوجي او فردي يعني اتنين اربعة ستة تمانية ولا واحد تحت خمس سبعة واخدنا بعض قاعد اف خدنا قاعد سويتش وبدأنا المرة اللي فاتت في الحلقات الدورانية واخدنا منها قاعدة فور ونهينا بقاعدة هوايل قلنا في قاعدة فور احنا بناخد كل خطوات فور في سطر واحد طيب ايه هو سطر الواحد ده فور ما بنقصين البداية وبعدين الشرط بتاعنا وان انا اخد بالنا كويس اوي لو انا بعمل عداد تصاعدي يبقى اصغر من او يساوي لو بعمل عداد تنازلي يعني الكبير للزغير يبقى اكبر من او يساوي وبعدين بنحط الزيادة او الايه او النقصان اللي زائد زائد او ناقص ناقص دي كان اول قاعدة عمدنا في الحقيقات الدورانية لقاعدة مين فور واخدنا كمان قاعدة هوايل لانا هبدأ بها النهاردة تمرين الزغير بعدين نبدأ نخش في القاعدة الجيدة بتاعت مين هوايل يعني عندي فور وعنده دو هوايل وعندي هوايل نبدأ مع بعض درس النهاردة واتفقنا اول درس في كل مرة بنبدأ بمين صح كده برضو عليكم بالشكل العام لبرنامج الجافة ده الشكل العام لبرنامج الجافة وانا بيكون من ايه السطر رقم واحد امبورت جافة اكس اسوينج جيوبشن بين وده استدعاء المكتبة الكبيرة بتاع برنامج الجافة باستخدام الكائن اللي هو اسمه ايه جيوبشن بين صح كده اتنين بابل كلاس بي 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 وانا ده بحط فيه اسم البرنامج عملنا حروف مفيش مشكلة بالنسبالي عملته اسم مفيش مشكلة برضو بالنسبالي تلاتة بنفتح الكوس بتاع اسم البرنامج اربعة بابل كستاتيك فويد مين استرينج ارجس وانا ان ده الدالة الرئيسية بتاع برنامج الجافة خمسة بنفتح الكوس بتاع الدالة الرئيسية متفقنا مع بعض ان دول اول خمس سطور سفتين في اي برنامج جافة ستة البرنامج بتاعنا وان ستة ده البرنامج بيتكتب بسطر اتنين تلاتة عشرين حسب البرنامج اللي انا عايز اكتبه طيب اللي انا哈哈哈 بين اول ملاقي كلمة فين في البرنامج اعرف اللي انا عايز ايه اللي انا عايز استدعي دالة من المكتبة الكبيرة بتاع برنامج مين ايوة صحة كده بتاع برنامج الجافة. في معظم الاحوال لاما كن باستدعي دالة الاخراج لاما كن باستدعي دالة الادخال. هنا نبص كده معنا بعض في التنمين بيقول لي رقم ستة. شو ميسج دايلوج اول ملاقي جملة شو ميسج دايلوج ايما انا باستدعي هنا دالة الاخراج. واول ملاقي دالة الاخراج اطلع على طور ورا كلمة نل صح كده. ورا كلمة نل في ايه? في بين على امتين تنصيص جملة هلو ايجبت. منهم ايه? هلو ايجبت لهم مسافة. هتكتب زي ما هي. يبقى المطلوب مني في البرنامج هنا ان انا اعمل عملية اخراج لجملة هلو ايجبت. سبعة بنقفل القوز طوعة رقم خمسة. تمانية بنقفل القوز طوعة رقم تلاتة. وانا اخر قوز بنقفله هو او اخر قوز بنقفله هو اول قوز بنفتحه. اول قوز بنقفله هو اخر بنفتحه. ده كان الشكل العاملي مين لبرنامج الجابة. نبدأ النهاردة مع بعض بقى قاعدة اللي عندنا اللي بنكمل فيها قواعد الحلقات الدورانية او التكرارية. انا قلت عندي كم حلقة عندي? عندي الفول لوب وعندي الهواي اللوب وعندي دوهواي اللوب. الفول لوب خدناها وخدنا عليها تمامين كتير. بنبدأ مع بعض الحلقة التانية وبرضو خدناها المرة اللي فات ليا دوهواي اللوب. هناخد فيها برنامج سريع كده عشان نرجعه وبعدين نخش في الحلقة رقم تلاتة. نفتكر مع بعض دوهواي اللوب كاب بتقول لي ايه? كاب بتقول لي الاول قبل كلمة دو بنكتب البداية. قبل كلمة دو بنكتب مين? البداية. وبعدين كلمة دو. وبعدين كلمة دو. بعدين بنفتح قصين مجموعة بنحط فيهم الجمل اللي انا عايز اعملها جوة مين? ايوة جوة قاعدة دو. يبقى انا بنكتبين المجموعة بحط فيها مين? اي جمل عاوز اكتبها. بتوع مين? ايوة بتوع دو. وقبل ما بنهي الجملتين او القصين بتوع المجموعة بنحط مين? الزيادة او النقصان. بنحط مين? الزيادة او النقصان. اللي زائل زايد او ناقص. وبعد كده بنكتب جنب كلمة هويل ودائما هويل بيجي بعدها على طول بين قصين الشرط. اللي هو اكبر من او اصغر من. دي كانت مين? كانت الحلقة الدورانية بتاعت مين? بتاعت دو. يبقى تاني قبل دو بنكتب البداية. بعدين دو ما مكتبش جنبها حاجة. بين قصين مجموعة بنكتب كل جمل الدو اللي انا عايزها. وبنهي بالزيادة او النقصان. وبعدين بنكتب كلمة هويل وجنبها الشرط بتاعنا. اللي هو اكبر من او اصغر من. طب ناخد برنامج على دو عشان نبدأ في البرنامج اللي بعده بتاع هويل. البرنامج بيقول لي ايه? اكتب برنامج يقوم بعملية العد من صفر الى عشرة. من صفر كام لعشرة. باستخدام الحلقة دو هويل لوب. باستخدام الحلقة دو هويل لوب. انه بادي شرط علي اوه. انا عايز مين? دو هويل لوب. يعني دو هويل. لو ما شرطش اعمل باللي انت عايز وفور ماشي. دو هويل ماشي. هويل ماشي. مع طباعة النتائج على الشاشة. قبل ما اعمل البرنامج اشوف. هو قال لي اعاوز اعمل لعد من صفر كام? مع عشرة. ما قلش فرق بينهم. يبقى الطباعة الفرق بينهم كام? برافو عليكم يا شباب. الفرق بينهم واحد يعني بقيت صفر. واحد اتنين تلاتة وهكزا. طب نشوفوا البرنامج. واحد امبورت جافا اكس. وان ده استدعاء المكتبة الكبيرة بتاع برنامج الجافا. اتنين بابل كلاس كي 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 كي. وده اسم البرنامج. واننا حطوا خمسة كيه. اتفقنا الاسم البرنامج انت حر فيه. حط رموزة او اسماء. تلاتة بنفتح القوز بتاع اسم البرنامج. اربعة. ودي الدالة الرأسية بتاع برنامج الجافا. خمسة بنفتح القوز بتاع الدالة الرأسية. تمام. هنبدأ من السطر ستة البرنامج بتاعنا. نبدأ من السطر ستة البرنامج بتاعنا. دي قاعدة مين? صح كده قاعدة دو هويل. قاعدة دو هويل. دو هويل بتقول لي ايه? قبل كلمة دو البداية. تمام. هو قال لي في البرنامج البداية من صفر. طب نمسكة ساتة ستة بيقول لي ايه? بيقول لي انت كيو بتساوي زيرو. صح كده. او قال لي ان المتغير الاسم كيو بيساوي زيرو. وعرفه ان انت يعني عضل صحيح مفوش علامة عشي. دي البداية بتاعتي فعلا لي كان بتساوي زيرو. وبعدين كلمة دو. بعد دو ما ننساش بنكتب ايه? ايوة بنكتب جملة المجموعة بتاع جمل دو. وبنينيهم بالزيادة والنقصان. طب نشوف ايه اللي عايزه في كملة دو? تمانية فتح قص المجموعة بتاع دو هو زي ما اتفقنا. تسعة. جيوبشن بيه? جيوبشن بيه المعناها ايه? ايوة كائن هستدعي بيه دالة من المكتبة الكبيرة بتاع برنامج الجافة. طب هنا هستدعي عني دالة دالة شو? يعني دالة الاخراج. اروه على طول بعد كلمة نل. مكتوب مين? كيو. يبقى اعاوز هنا يطبع له كلمة مين? كيو. ليه كلمة بكام? كات بزيرو. تمام? نكمل. مكتوب ايه? زائد زائد كيو. معناها يا ديت? خدناها بكنا مرة واتنين. معناها زود على كيو واحد. معناها ايه? زود على كيو واحد. يعني اخدنا كيو بالصوصف. نزود على واحد تبقى كام? تبقى واحد. نزود واحد تبقى كام? اتنين طب لحد امتى? نكمل مع بعض شانعرف لحد امتى? هل هو العدد ما لا نهاية? طب منبص على الشرط بتاعنا وانا هنعرف. هنا انا كنت عايز اعمل جملة اخراج بس. فقفلت قصيني المجموعة بتوع مين? بتاع دو. اللي هو قفلت قص عشرة ده بتاع رقم تماني. تمام? حداشر بنكمل قاعدة دو. قاعدة دو اسمها دو هويل. يبقى بقى حداشر بتقول لي ايه? هويل. واتفقنا دايما ان هويل جنبها الشرط بتاعنا. وبما ان كنت بعد عدد عدد ده صعودي يبقى الشرط بتاعنا ايه? اصغر من او يساوي. وبما ان كمان ان البرنامج كان بيقولي او عاوز يعد من صفر العشرة. يبقى انا عندي هنا الشرط بتاعنا هيكون اقل من او بيساوي عشرة لان نهاية بتاعتي. يبقى هويل بين قصين كيو اقل من او بتساوي عشرة. يبقى انا في كل مرة بزود واحد لحد ما اصل لحد كام لحد عشرة. وصلت لحد عشرة ابدأ اقفل قصين المجموعة بتوعي. اللي هو القص المجموعة بتاع رقم خمسة بتقفل اول واحد. وبين قص المجموعة بتاع رقم تلاتة بتقفل اخر واحد. ده كان برنامج مباشر على مين? على قاعدة دو هويل. طيب نبدأ النهاردة في القاعدة الجديدة. اللي هي مين بقى? اللي هي هويل اللوب. يبقى انا اخدت فور قبل كده. وخدت دو هويل. انا اخد بقى هويل لوب. هويل لوب بتقول لي ايه? بتقول لي هويل. احنا اتفقنا خلاص. اول ما تشوف هويل تبع عارف على طول ان بعدها ايه وصح كده. بربع عليكم يا شباب. بعدها الشرط. لو اكبر من او يساوي او اصغر من. برضو زي ما عملتوا في دو ببين قصين المجموعة جمل دو برضو هنا في هويل ببين قصين المجموعة جمل هويل. وبردو ما ننساش ان بعدهم ايه? الزيادة او النقصة. ادي بص كده هويل اهي. جنبها مين? التعبير الشرطي بتاعنا. اللي هو الشرطي يعني. والستمنتوان والستمنتو اللي هما الجمل اللي انا عاوز اقارها جوا مين? جوا قاعدة هويل. طيب انا فهمت هويل بتقول لي ايه? نقولها تاني بسرعة عشان اخد عليها تمرين. هويل ما بين قصين جنبها مين? التعبير الشرطي او الشرط. اللي هو اصغر من او اكبر من. قصين المجموعة بتوع هويل. انا بقى كده ندول بتوع هويل خاصين بها هي. بحط فيها الجمل اللي انا عاوز اقررها فين? في هويل. في قاعدة طويل. يعني الجمل اللي عاوزت تاخدها قاعدة طويل. هي عاوز اتخرج ايه من البرنامج? ما ننساش. في النهاية الجمل بحط ايوة الزيادة او النقصان بتوع التمرين بتاعي او اللي تعبير لنا عايز اعمله. تمام? نبدأ ناخد تمرين على الكلام ده. التمرين بيقول لي ايه? اكتب برنامج. يقوم بعملية العد من صفر الى عشرة. باستخدام الحلقة هويل لوب. هو نفس التمرين. اللي خدته من شوية. بس كان بيقول لي اكتب برنامج يكون بعملية العد من صفر الى عشرة باستخدام الحلقة. دو هويل اللوب. انه بدي عاوز مين? هواي اللوب مباشرة. تبقى ايه الفرق? بين دو وهواي وهواي اللوب على طول. نبص ازاي نعمل البرنامج ده? هناخده بقى جزء جزء عشان نفهمه. فاول برنامج انا برضو بقاسم البرنامج على اتنين عشان نفهمه. طبعا معروف ان دول اول خمس سطور في برنامج الجافا. نقولهم مع بعض. واحد امبورت جافا اكس اسوين جي اوبشن بيت. واتخاص اتفقنا كلنا ان ده استدعاء المكتبة الكبيرة بتاع برنامج الجافا. اللي بستدعي بيها اي دالة عن طريق الكائنات. اتنين اتش 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 انا سميت البرنامج هنا اتش انا حر. تفقنا ان اسم البرنامج حطه زي ما انت عايز الا ازا هو قل في التمرين اكتب برنامج باسم كسا. خلاص بوشرة علي مشاراتش اكتب اسم برنامج زي ما انت عايز. انا هنا بسميه اتش اتش اتش. تلاتة بنفتح القوز بتاع اسم البرنامج. اربعة دي الدالة الرئاسية بتاعة البرنامج الجافا. خمسة بنفتح القوز بتاع الدالة الرئاسية. طبعا دول اول خمسة طور في اي برنامج جافا. ودايما انا ببقى بهم الحالة بتاعت كل مرة. كده ما عنديش جديد. من اول سطر ستة يبدأ البرنامج بتاعنا اللي هو قاعدة مين? ايوا اللي هو قاعدة هويل. نبص مع بعض بقى ونركز مع بعض واحدة واحدة. ستة انت كيو بتساوي زيرو. زي ما كان في دو البداية قبل دو. برضو في هويل البداية قبل هويل. انت كيو بتساوي زيرو. يعني عندي متغير اسمه كيو. قيمته بتساوي زيرو. وعرفتها انها انت. يعني متغير عددي صحيح. يعني قيمته بدون علامة عشرية. وهنقول تاني. ايش معنى كتابة كيو بتساوي زيرو? لان هو قال ان التمرين ابدأ بزيرو لحد عشر. فالبداية بتاعتي زيرو. مظبوط. سبعة. هنبدأ نحط قاعدة هويل. ومن تفقين كلنا ان هويل دائما بيجي بعدها الاكسبريشد. وبيجي بعدها التعبير الشرطي. بيجي بعدها الشرط. اللي هو اكبر من او اصغر من. وبما ان هنا كان العداد ده عداد ده صعودي. فلازم تلاقي مين? ايوة لازم تلاقي علامة اصغر من. فهويل وبين قصين كيو اقل من او بتساوي عشرة. اش مين اقل من او بتساوي عشرة? لان انت من كان بيقول كده? بيقول لي عاوز يعد من صفر الى عشرة مظبوط. كده انا عندي البداية زيرو هي. وعند نهاية بتاعت كام? عشرة. لان انا ده حطيتها في الشرط. تمانية بنفتح قوس المجموعة بتاع مين? بتاع قاعدة هويل. اذا ما كنت بفتح قوس المجموعة بتاع هدو برضو هنا بنفتح قوس المجموعة بتاع مين? بتاع هويل. تمام? ايه الجمعة التكرية بتاعت هويل? نشوف كده مع بعض. تسعة. جي اوبشن بين? اتفقنا. اول ما نلاقي كلمة جي اوبشن بين هنا. معناه ده كائن بس ادعي به ده لأ من المكتبة الكبيرة بتاع برنامج الجافة. طيب بنستدعي مين هنا? بنستدعي جملة شون? يعني جملة الاخراج. واتفقنا. عدم لاقي جملة الاخراج اعرف ان الخارج بتاعي بعد مين? ايوة صاحب ربو عليكم. بعد كلمة نل. اروح على طول بعد كلمة نل. الان مكتوب مين? كيو. مين كيو لحد دلوقتي? اللي هي بالساوي زيرو. يبقى اول كلمة تتكتب هنا زيرو. تمام? خلصنا بتاع الجيو بشن بيبتع شو ماسج نلاقي في مين بقى? زائد زائد كيو. اللي هي الزيادة بتاعتنا بقى. بتقول لي ايه الزيادة? زائد زياد كيو يعني ايه? يعني زود على كيو واحد. هي قط بصفر. نزود على واحد تبقى بكام? واحد. نرجع التاني لهويل. الشرط لقى زال واحد. يعني اللي منها وبالساوي عشر. نكمل. نزود على واحد. تبقى الشرط تاني. الى زيادة قال لي من عشرة. تلاتة. وهكذا. لحد امتى? لحد ما لاقي? العدد عشرة. عشرة قال لي منها وبالساوي عشرة. الشرط دي كده الحقق خلاص. نقفل القسين بتوع بطوع هويل. كده البرنامج بالنسبة لي واعتبر خلص. يبقى عشرة قفلت القز بتاع رقم تمانية. اللي هو اصلا بتاع مين? بتاع الجملة التكرية لقاعدة هويل. حداشر. قفلت القز بتاع مين? ايه بتاع الفويد مين? بتاع الدالة الرقاصية بتاع البرنامج الجابة. اتناشر. قفلت القز بتاع مين? بتاع بابل الكلاس اتش 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 اتش. اللي هو مين? اللي هو اسم البرنامج. نقول الجملة دي ساني شديد كملة المهمة بالنسبة لي. عشان تقعد طويل. تطبيق مباشر عليها. ستة انت كيو بالساوي زيرو. وقلنا ان ده كيو متغير عرفته من انتجر يعني عدد صحيح بدون علامة عشرية. وقيمته كام? البداية اللي قال ليه في البرنامج. اللي هي كانت كام? اللي هي كانت زيرو. عشان كده كيو بتساوي زيرو. ما دي بدأت العد بالنسبة لي? سبعة هويل وبحط جنبها الشرط. هويل وبنحط جنبها الشرط. سواء في هويل لوحدها او حتى في قاعدة دو هويل. كيو اقل من او بتساوي عشرة. يبقى الشرط بتاعنا هنا ان انا عدد عدد في كيو وصفر واحد دين لحد ما كام ايوة حد ما تساوي عشرة. تمانية بنفتح القوس بتاع الجمل التكرارية بتاعت قاعدة هويل. طيب ايه اللي انا عايز في الجملة التكرارية? او السطر واحد او جملة واحدة. اللي هي مين? اللي هي رقم تسعة. اللي بتقول لي ايه? جي اوبشن بين? استدعاء. دالة من المكتبة الكبيرة بتاع برنامج الجافة. طيب الدالة اسمها ايه? اسمها شو? ماسيج دايلو. يعني دالة الاخراج. هروح ورا كلمة نال. اللي هي منها مين? اللي هي فيها المتغير كيو. يعني هنا عاوز تبع قيمة المتغير مين? كيو. بعدها الزيادة والنصال. هنا زائد زائد كيو يعني زيادة. يعني زود على كيو واحد. يتبقى يعد صفر. واحد اتنين تلاتة اربعة لحد مش شرط تتحقق. اللي هو الحد كام لحد العدد عشرة. استدت رقم عشرة. افلت مين? افلت قاعدة هويل. اللي هو القوس اللي فتحته رقم تماني. حداشر. افلت القوس اللي فتحته رقم خمسة. اللي هو بتاعت دالة الرأسية. اتناشر. افلت القوس عرقم تلاتة. اللي هو كان اسم البرنامج. كده انا خدت البرنامج على الجوزين عشان نفهمه. طب نكتبه بقى كل مرة واحدة كده. ونقوله مرة واحدة عشان نبقى فاهمينه. واحد امبورت جافا اكس. اسدعاء المكتبة الكبيرة بتاع برنامج الجافا. اتنين اتش 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 اتش. انا هنا مسمي البرنامج تلاتة اتش. تلاتة بنفتح القوس بتاع اسم البرنامج. اربعة. ايوة الدالة الرأسية بتاع برنامج الجافا. خمسة بنفتح القوس بتاع الدالة الرأسية. ستة يبدأ البرنامج بتاعنا. اللي هو مين? اللي هو قاعدة طويل. اللي اعد فيها من صفر الى عشرة. عدادة السواد طبعا. ستة قلت انت كيو بتساوي زيرو. المتغير كيو كم تزيرو? هو متغير صحيح. يعني هتحط كل الاعداد اللي فيه بدون علامة عشرية. سبعة. عملت قاعدة طويل هي. وان هويل جنبها دائما الشرط. اوها ننسب. ان هويل دائما جنبها الشرط. هويل كيو اقل من او بتساوي عشرة. يعني ابدأ عد من صفر حد. اخر كام? اخر عشرة. تمانية بنفتح القوس بتاع قاعدة طويل. تسعة. نبدأ الجملة التكارية بتاع طويل. وان هي جملة واحدة بس. اللي هي ايه? اللي هي اجي اوبشن بين. الدالة بس اديها المكتبة الجافة. شو ماسيج دايالوج. اليدالة الاخراض. اروح ورا كلمة نال. الاقي المتغير كيو. يعني عاوز يطبع المتغير كيو. وبعدين زائد زائد كيو. يعني زود على كيو واحد. يعني زود على كيو واحد. عشرة بنقفل القوس المجموعة بتاع مين? بتاع الجملة التكارية بتاع طويل. وانحنا متفقين دائما. اول قوس بيتقفل هو اخر قوس يتفتح. حداشر بنقفل القوس طوعة رقم خمسة. اتناشر بنقفل القوس طوعة رقم تلاتة. يبقى ده كان برنامج تطبيق مباشر على هويل بتعد من صفر الى عشر عددات تصاودي. صفر واحد ادنين تلاتة اربعة الحد ما حد رقم كام? حد العدد عشر. طيب دي كاتقاها دي طويل. ايه رأييكم بقى? بص كده على التمرين ده? ونفهمها بعض واحدة واحدة انا ملخص. لوكم بقى الحقات الدورانية كلها في برنامج واحد. يعني ازاي افرق بين التلات حلقات الدورانية عندي انا في برنامج واحد. التمرين بيقول لي ايه? اكتب برنامج يقوم بعملية العد التالية. تسعة بعدين ستة بعدين تلاتة وبعدين صفر. شوف انا عدتي ازاي? وعتط لخبط. شوف انا عدتي الاعداد ازاي? تسعة وبعديها ستة وبعديها تلاتة وبعديها زير. يعني انا ببدأ انزل من تسعة لستة. وبعدين من ستة لتلاتة. ايه من تلاتة لزير? يعني ده عدات تنازلي بين كل رقم ورقم تلاتة. بقيت كده اقول معلوم عشان نفهم قبل ما نكمل البرنامج. ده كده عدات تنازلي بين كل رقم ورقم تلاتة عشان اقول تسعة بعد كده ستة وبعد كده تلاتة وبعد كده زيرو. هتفيدني في اللي انا قلته ده ان النقصان عندي بمقدار تلاتة. واني ده عدات تنازلي يعني الشرط بتاعه هيبقى اكبر منه. تمام كده? نكمل. ايه اللي هو عاوزه منه بقى بعد التسعة ستة زيرو? باستخدام السلاس حلقات التكرارية. باستخدام السلاس حلقات التكرارية. يعني مرة نعمله فور ومرة نعمله بدو هويل ومرة نعمله بايه? بهويل. عشان نفرق في البرنامج واحدة اهو ازاي اعمل برنامج ده? مرة فور ومرة بدو هويل ومرة بهويل. عشان في الاخرى اقول لكم ايه الفرق بين التلاتة في عملية سهلة اوي انا اخدها بعد من خلص البرنامج. نبدأ نشتغل في البرنامج بتاعي. طبعا كده عندي تلات برامج. مرة فور مرة دو هو ايه ومرة هو ايه. اول خمس صور بتوعي اللي هو الشكل العام لبرنامج الجاذا. وبعد كده هبدأ في التلات برامج واربعة. من غير مكتب بقى كل مرة الشكل العام. نفكر نفتكر مع بعض الشكل العام بيقول لي ايه? واحد امبورت جاذا اكس اسفينج اوبشن بين. واتفقنا ده استدعاء المكتبة الكبيرة بتاع برنامج الجاذا. اتنين بابل كلاس بي 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 بي. هنا سميت البرنامج خمسة بي. تلاتة بنفتح الكوز بتاع اسم البرنامج. اربعة ايوة الدالة الرأسية بتاع برنامج الجاذا. خمسة بنفتح الكوز بتاع الدالة الرأسية. لحد هنا دون الخمس سطول السابتين بتاع برنامج مين الجاذا. هنبدأ بقى هنعمل التلات برامج بتوعنا. اللي ما بيعده تسعة ستة تلاتة صفر مرة بفور ومرة بديه هويل ومرة بهويل. بغير مكتب الخمس سطول دول تاني بقى خلاص. نبدأ مع بعض اول حاجة نطبق قاعدة فور. اتفقنا ان الفور كلها بتجي في ايه? في سطر واحد. طب نشوف. المنامج بتاعنا يبدأ من رقم ستة مزبوط فور ما بينك وصيب. انت ايه بتساوي تسعة? انت مبدايا ده متغير. وعرفت انه انت يعني متغير عددي صحيح. قيمته ما فهاش علامة الشي. طب انا قلت قيمته تسعة. اش معنا قلت قيمته تسعة? عشان كان التمرين المطلوب مني بيبدأ بالعدد تسعة. واحنا متفقين النفور اول حاجة عندي ايوة صح اول حاجة عندي البداية. نكمل ما بعد البداية الشرط. الشرط بيقول لي ايه? ايه اكبر من او بتساوي زيرو. اش معنا اكبر من? عشان انا قلت ان ده عداد تنازلي يعني من الكبير الى الصغير. واتفقنا للعدد اللي عندي تسعة ستة تلاتة زيرو. يعني فرعا اخر كام? زيرو. تمام. يبقى البداية وبعدين الشرط. وبعدين ايه نقص بتساوي تلاتة? الله. اش معنا ايه نقص بتساوي تلاتة? ايه نقص بتساوي تلاتة? معنا انا نقص من الايه تلاتة? تبشميها انا الشرط ده? عشان انا قلت في البرنامج انا عايزة اعد تسعة بعديها ستة او نقص تلاتة او بعدها تلاتة نقص تلاتة او يعني. وبعدها زيرو. يعني في كل مرة نقص كام? نقص تلاتة. يبقى هنا عندي الزيادة والنقصان. انا عندي هنا نقصان ايه نقص بتساوي? تلاتة. يبقى قاعدة كلها جات في ايه? في سطر واحد. سبعة. انا بستدعي. دالة بمكتبة كبيرة بتاع برنامج الجافة. ايه الدالة اللي بستدعي عليها? شو? يعني دالة الاخراج. هنروح على كلمة نال. كتب لي ايه? خارج العداد ما بين علامتين تنصيص. يعني تطلع جملة مكتوبة خارج العداد. اكتب بعدها مين? زائد ايه? واتفقنا زائد هنا معناها و. يعني جملة خارج العدادة الكتب زي ما هي. ووقت بعدها قيمة الايه? اللي هي بدأ بكام? بتسعة. بعد نقص منها تلاتة تبقى ستة. نقص منها تلاتة تبقى تلاتة. نقص منها تلاتة تبقى كام? تبقى زير. تمانية بنية فلقصة وعرقم خمسة. وتسعة بنية فلقصة وعرقم تلاتة. يبقى انا طبقت قعد التفور مباشرة على التمرين اللي عندي. اللي هو بأكد عليه تاني. اللي هو كان عداد تنازلي. تسعة ستة تلاتة زير. نول الجزء بتاع فورده مرة واحدة. ستة. فور انت ايه بتساوي تسعة? بعرف المتغير ايه? انه متغير العدد الصحيح. خمته ما فيهاش علامة عشرية. وعرفته ان التسعة عشان ده كان بداية العد بتاعي. بعدين الشرط ايه اكبر من او بتساوي زيرو? عشان عددت نازولي فقلت اكبر. وصلت حد زيرو ليه? عشانه كان بيقولي النهاية العد بتاعتك زيرو. بعدين قلت الزيادة والنقصان. انا عندي هنا نقصان ايه نقص بتساوي تلاتة. اش معنى ايه نقص بتساوي تلاتة? لانه قلت تسعة ستة تلاتة زيرو. يعني كل مرة بنقص كان تلاتة. تمام? سبعة. جي اوبشن بين. استدعاء ده اللي من مكتبة كبيرة بتاع برنامج الجافة. شو ماسج الديالوج. الي ادالة الاخراج. اروح على رقاني مطنال. اليها مكتوب ايه? جملة خرج العداد. ما بين علامتين تنصيص. يعني اكتب لي قيمة الايه بعد جملة خرج العداد. اللي هي تسعة ثم ستة ثم تلاتة ثم زيرو. بعين تمانية قفلت القوس رقم خمسة. تسعة قفلت القوس رقم تلاتة. تب نشوف الخرج بتاعني يطلع زي كده? اولنا كام? تسعة. صح كده. نطرح منها كام? تلاتة تبقى كام? ستة. نطرح منها كام? برافو يا شباب. تلاتة تبقى تلاتة. نطرح منها تلاتة كمان تبقى كام? تبقى زيرو. ودي جاءت نهاية العدد باستخدام قاعدة فور. تمام? هده اول قاعدة اهو. طب بعت في البرنامج ده. ليه قاعدة مين? فور. ده بناخد القاعدة التانية. اللي هي مين? اللي هي هويل. بنبص مع بعض. انا برضو بدأ بالنمج من رقم ستة. قلن اول خمس طور سبتين. ده شكل اللي عامل البرنامج. مش هقولهم كل مرة. ستة انت كيو بتساوي تسعة. وانا قلت في قاعدة هويل او في دو هويل دائما ببدأ. قبل دو او هويل بمين? ايوا بالبداية. انت كيو بتساوي تسعة. يعني البداية عند متغير كيو قمته بتساوي تسعة. وهو انت يعني عدد صحيح يتكتب بدون علامة عشرية. سبعة قاعدة هويل. واتفقنا ان هويل ايوا بيجي جنبها الشرط مباشرة. هويل بنقصين كيو اكبر من او بتساوي زيرو. وقلنا ليه الشرط بيقول لي اكبر من? عشان عدات تنازولي. واشمع انا زيرو عشان كنت نهاية العد بتاعي زيرو. تمانية بنفتح القوس بتاع الجملة التكرارية بتاع مين? بتاع هويل صح كده. تسعة بنبدأ الجملة التكرارية بتاع هويل. انا عندي كم جملة تكرارية هنا هي جملة واحدة. نبص مع بعض عليها. تسعة يعني الكائن بس ادعي به دلة من المكتبة كبيرة بتاع برنامج الجافة. ايه الدلة ديت? شو? مسيش ديلو. يعني دلة الاخراج. حلو. انا ما استعدل حاليا دلة الاخراج. هشوف ورا مين? ايو او هننسى. الاخراج بتاعي ما بعد كلمة نل. خرج بتاعي امتى? ما بعد كلمة نل. ايه اللي بعد كلمة نل? ما بين على امتين تنصيص جملة خرج العداد. لا تكتب زي ما كده. خرج العداد. بعدها اجيب قيمة مين? زائد كيو. يعني بعدها حط لي قيمة كيو. او اطبع لي قيمة كيو. طيب ايه الشرط بتاعنا? اعسف ايه زيادة ونصام بتاعتنا? اهي كيو ناقص بتساوي تلاتة. كيو ناقص بتساوي تلاتة. يعني اطرح كل مرة من الكيو تلاتة. كالتسعة اطرح منها تلاتة. تبقى ستة اطرح منها تلاتة. تبقى تلاتة. اطرح منها تلاتة تبقى زيره. عشرة افلت القوس المجموعة بتاع مين? بتاع الجمل التكرارية بتاعة وايل. تمام. حداشر افلت القوس بتاع خمسة اللي هو البرنامج الرئيسي. اللي هو الفويد مين? اتناشر افلت القوس على رقم تلاتة. لو اسم البرنامج. هي بقتاني قاعدة تفور طباطة. قاعدة وايل طباطة ازاي? ستة بداية العد. انت كيو بتساوي تسعة. هنا البداية العد كالتسعة. فقلت ان كيو فعلا بتساوي تسعة واعرفتها ان انتجر. يعني عدد صحيح مفهوش علامة عشرية. سبعة هويل وبحط جنبها الشرط. هويل بتقول لي ايه? كيو اكبر من او بتساوي زيرو. يعني نهاية العد زيرو. والشرط اكبر من او بتساوي عشان ده عدات تنازل. تمانية بنفتح قوس المجموعة بتاع الجمل التكرارية بتاع قاعدة هويل. تسعة اول جمة تكرارية عندي. اللي هي مين? جي اوبشن بين. خاصة احنا عفظناها. ده الكيان اللي باستاذ عبيل مكتبة دالة من مكتبة الكبيرة بتاعت الجافة. انا دالة عندي شو? ما سيش دايلو. اللي هي دالة الاخراج. طب انا عايزي في الخرج اروح ورا كلمة نال عشان اعرف انا عايزي في الخرج. عايزي في الخرج. عاوز جملة خرج العدات تكتب زي ما هي. وبعدها قيمة كيو. وبعدها قيمة كيو. طب ايه الشرط اللي عندي? او الاسف ايه دا والنقصان اللي عندي? يعني كل مرة ناقص او ازود كام? بيقول لي ايه? كيو ناقص بتساوي تلاتة. يعني ناقص من قيمة كيو في كل مرة تلاتة. حد ما توصل لصفر. عشرة افنى الجمعة التكرارية بتاع طويل. حداشر افنى الدلة الرئيسية اتناشر افنى اسم البرنامج. طيب نشوف الحل. اولنا تسعة. بنقص منها تلاتة تبقى ستة. بنقص منها تلاتة تبقى تلاتة. بنقص منها تلاتة تبقى زيرو. نفس الخرج بتاع قاعدة فور. عملته بايه? بواير. هنطبق نفس البرنامج على مين بقى? ايوة على قاعدة دو هوير. نبص مع بعض. ستة. انت كيو بتسوي تسعة. متفقين ان قبل دو او قبل هوير بنحط البداية. بداية العد كان كام? كان تسعة. عش كده قلت في رقم ستة ان كيو بتساوي تسعة. يعني البداية بتاعتي العدد تسعة. ولازم قدام دخلت رمز كيو لازم بعرفه. انا معرف انه ايه? انه انت يعني متغير عددي صحيح قيمته ما فيهاش علامة على الشيء. يبقى دي البداية. سبعة قاعدة دو. سبعة قاعدة دو. تمانية قوس المجموعة بتاع الجملة التكارية لدو. زي ما كنت بعمل هناك قوس المجموعة للجملة التكارية لهويل. هنا نفس الكلام بالزبط. بنعمل قوس المجموعة للجملة التكارية لدو. تسعة الجملة التكارية بتاع الدو. اللي هي مين بقى? اللي هي جي اوبشن بين? يعني استدعاء دالة بالمكتبة الكبيرة بتاع برنامج الجافة. ايه دالة اللي عندي ديت? شو? مسيج ديالوج. دالة الاخراج. دالت مين? قال اللي عرفت المين? من الجملة. اللي اسمها شو? مسيج ديالوج. اروح ورا ايه عشان اعرف الاخراج بتاعي. اعاوز اعرف انا اطبع ايه? اروح ورا كلمة نال. ايه المكتوب ورا كلمة نال? ما بين قصين خارج العداد. ما بين قصين جملة خارج العداد. وقت الكتب زي ما هي. طب انا عاوز اخرج مين? نبص كده كان بخرج عداد مكتوب ايه? زائد كيو. انا عاوز اكتب لي قيمة كيو. زائد هنا وهو عن انسى. زائد دينا مش معناها جعمل. زائد دينا معناها هواء. يعني انا عاوز اخرج قيمة كيو. ليه كانت بكم? ليه كانت بتسعى حتى هذه اللحظة. بعدين الزيادة والنقصة. بيقول لي ايه? كيو ناقص بتساوي تلاتة. يعني نقص من كيو كام تلاتة. يبقى تسعة. بقى كيو بنقص منها كام? تلاتة عشرة. بنقف القص المجموعة تهدو. حضاشر هواء. واتفقنا. ادم بلاقي كلمة هواء في البرنامج. اعرف ان جنبها مباشرة الشرط صحة كده. هواء جنبها الشرط صحة ايه? ايه الشرط بتاعي? ان كيو اكبر من او بتساوي زيرو. وان اكبر من ليه? عشان ده عداد تنازلي. وشمعنا زيرو? عشان هو كان بيعد تسعة ستة تلاتة زيرو. يعني النهاية اللي عدد كانت كام? كانت زيرو. اتناشر بقى في القصيم بتؤديها للرأسية ملقوز بتاع اسم البرنامج. نقول كمان مرة قعدوا تدوه طبعتها ازاي? ستة. انت كيو بتساوي تسعة. بعرف كيو ان متغير عدد صحيح. عرفت ان انت هو. وقمت اي عدد او رقم ما فيهوش علامة عشرين. وانا قلت ان قمتنا تسعة. لازم اقول انها تسعة عشان البرنامج كانت بادئ بداية العدد. تسعة مزبوط. سبعة بنحط قاعة الدو او جملة او كلمة الدو. تمانية بنفتح قوس المجموعة للجملة التكرارية بتاع قاعة الدو. تمام? تسعة اول جملة التكرارية بتاع الدو. طبعا عندي جملة تكرارية الدو هنا اي جملة واحدة. لا سترقن تسعة فقط لغير. تسعة بيقول لي ايه? جوبشن بين. ده الكائن اللي بس ادعي بيه دالة من المكتبة الكبيرة بتاع برنامج الجافة. انا دالة عندي شو? مسيش دايالوج. يعني دالة الاخراج. اروح اشوف اري كلمة اتنال في ايه? الاقي جملة خارج العداد ما بين علامتين تنصيص. وبعدها زائد كيو. يعني اكتب لي قيمة كيو. وبعدين قال لي ان كيو ناقص بتساوي تلاتة. يعني اطرح كل مرة من كيو تلاتة من قيمتها. عشرة بنقفل القوس بتاع الجملة الابتكارية بتاع بتاع دو. حداشر هويل. وادم الاقي كلمة لازم اعرف ان بعدها الشرط. الشرط بيقول لي ايه? كيو اكبر من او بتساوي زيرو. وباكد تاني اكبر من عشان ده عداد تنازولي. مش مانا زيرو عشان دي جات نهاية العد بالنسبالي. اتناشر بنقفل القوسط على رقم خمسة وبنقفل القوسط على رقم تلاتة. اللي يديه اللي رأسية واسم البرنامج. تمام? طيب ايه خرج البرنامج دوت? البداية تسعة. بنقص منها تلاتة. تبقى ستة. بنقص منها تلاتة. تبقى تلاتة. بنقص منها تلاتة. تبقى زيرو. نفس الخرج اللي خدته فور. هو اللي خدته في هويل. هو اللي خدته في ايه? فدو هويل. طيب. انا بجيب لكم بقى صفحة كده بختصر فيها الفرق بين فور وبين هويل. بعد ما عملنا برنامج شامل لهم التلاتة. ايه بقى اقارن بينهم ازاي? نبدأ واحدة واحدة. اولنا مين? فور. فور قلنا كل شروط فور كلها في سطر واحد. بنقص اين? اولنا بنحط بداية العد. زي ما كان في برنامج كده كيو بتساوي زيرو. سيمي كولون او فصة منقوطة بنحط الشرط بتاعنا. اللي هو كيو اكبر من او بتساوي زير او لو تنازلي. كيو قال لي من او بتساوي لو تصاعد. بعدين الزيادة والنقصة اللي هي زائد زائد او ناقص ناقص. او كيو زائد بتساوي مسلا خمسة او كيو ناقص مسلا بتساوي تلاتة. زي ما اخدناها في المسال كده. يبقى ده اول واحدة. حلقة بتاعت مين? بتاعت فور. ان كل حلقة فور بديه كلها في سطر واحد. السطر فيه. بداية العد بعدين. الشرط وبعدين الزيادة والنقصة. تمام. ايه الحلقة التانية اللي اخدناها? هويل. هويل. طب هوالك بتقول لي ايه? نفتكر مع بعض. هويل كنت بحط قبلها مباشرة صح كده. بداية العد. كنت بحط السطر القبل هويل مين? بداية العد. لو مسلا كيوب السويزيرو مسلا يعني. بعدين احط هويل. وقولنا وبنحفظ ولازم انه تخليها في دماغنا ان دائما هويل بيجي بعدها على طول الشرط. لو اكبر من او اصغر من. وقلت امتى اكبر من? اما يكون بعد عداد تنازلي. امتى اصغر من? اما يكون بعد عداد تصاعد. بعدين بنحط الزيادة او النقصة. يبقى زي كانت صفور كلها بتيجي في سطر واحد. بداية العد بعدين الشرط يعني زيادة او النقصة. فهويل بتيجي ازاي? بيجي العد في سطر الواحده. بعدين هويل جنبها الشرط في سطر الواحده. بعدين بعدها جملة التكرار طبعا ما ننساش. ان بعدها جملة التكرار في نهايتها الزيادة او النقصة. تبدكات هويل. تبدو هويل. نفتكر قبل ما نكتب كان اولها ايه? صح كده. اولها برضو بداية العد. اولها مين? كان بداية العد. بعد كده دو. بداية العد. زي ما قول مسلا كيوب الساوي زيرو. او كيوب الساوي تسعة زي ما اخدنا في المسال اللي فات. دي كان البداية. وبعدين دو بتكتب لوحدها خالص. مجيبش جنبها اي حاجة. وبعدين ما ننساش. الجمل التكرارية بتاعة الدو. ما بين قصين مجموعة طبعا زي هويل بالزبط. برضو هويل كنتم بحط بعدها ايه وقصين مجموعة. بنكتب جواهم الجمل التكرارية. في نهاية الجمل التكرارية. اللي قبل ما اقفل قصين مجموعة بتاعة دو. بنحط الزيادة او النقصات. اللي هي كيوب زائد زائد او كيون اقص نقص. او كيوب زائد مسلا بستاوي تلاتة او كيون اقص مسلا بستاوي عشرة حسب برنامج ما يجيل. وبعدين بنحط الشرط بتاعنا جنب مين? جنب هويل. ما ننساش اني دايما هويل بيجنبها ايه الشرط اللي هو اصغر من او اكبر مني. يبقى في الصفحة دي انصرت لكم كل الفروق الموجودة ما بين الحلقات الدورانية اللي عندي اللي هم التلاتة. اللي هم فور ودو هويل ويل. هنقولهم تاني كلهم مرة واحدة عشان نبدأ نفهم بالفرق من ايه. وباكد تاني ازي جال التمرين اكتب مسلا برنامج بيقدموا صفر حد عشرة. ومشارطش علي اني حلقة فيهم اكتب الحلقة اللي تعجبك. فور ماشي. دو هويل ماشي هويل ماشي. بس انا بفضل ادام ما قاليش اكتب فور لانا اسهلهم. ان كلها في سطر واحد. انما ازا اشترط علي ان اكتب البرنامج ده بحلقة معينة زي ما يقول اكتب حلقة مسلا بفور اكتب برنامج ده بهويل اكتب البرنامج ده هويل بلازم اطبق لهو قال عليه. ناخد الفرق بينهم التاني التلاتة مرة واحدة كده ونشوف اللي قدامنا ده. بيقول قصين اولنا بداية العد اللي هي البداية بتاعتي. بعدين الشرط اللي هو اكبر من او اصغر من ازا ما يكون عدد تصعودي او تنازلي. بعدين الزيادة او النقصان اللي هي زائد زائد او ناقص ناقص. كل ده جي فين? في سطر واحد. وناخد بالنا النفور ما بيجيش بعدها فصلة منقوطة. ما بيجيش بعدها سيمو كولن. عشان دي قاعدة جوه الجابة. في كل القواعد معظمة ما بيجيش بعدها سيمو كولن. طيب هويل اول مكتب قبل ما اكتب هويل بكتب بداية العد. قبل ما اكتب هويل بنكتب مين? بنكتب بداية العد. بعد بداية العد بنكتب مين? ايه بنكتب الزيادة او بنكتب الشرط بتاعنا واتفقت. هو عن انسى ان هويل دايما تاخد بعدها الشرط اللي هو اكبر من او اصغر من حسب التصاعد او التنازل. بعدين في نهاية او باكد هو في نهاية الجملة التكرارية بتاعة طويل بنحط الزيادة او ايه? او النقصان. بنحط الزيادة او النقصان. اللي زائد زائد او ناقص ناقص. ده كان طويل. دو هويل بقى برضو قبل كلمة دو بنحط البداية. قبل كلمة دو بنحط مين? البداية. اللي بدات العد بالنسبالي. يا مسلا كيو بيستوي زيله مسلا. وبعدين دو. وبعدين دو. بعد دو بنحط الجملة التكرارية ما بين قصين مجموعة. اللي هي الجملة بتاعة دو يعني دو عايز ايه في البرنامج? البرنامج بتاعة دو لوحده. ما بين قصين مجموعة. وبرضو بننهيب مين? بالزيادة او النقصان. اللي هي زائد زائد كيو او ناقص ناقص كيو او كيو زائد بالساوي خمسة كيو ناقص بالساوي وتلاتة وكزا. بعدين بنحط الشرط بتاعنا. اللي بيس ما ننساش. الشرط بتحط بعد مين? بعد كلمة هويل. بعد كلمة هويل. يبقى دائما هويل بيجي بعدها مين? الشرط. دي انا لخصت القوم. حلقات الدورانية كلها في صفحة واحدة. ازاي افرق بينهم لو جوا لتمرين في الامتحال. خلاص فور كلها في سطر واحد. دو او هويل بيجي قبلها العد. بعدين دو او هويل هويل جنبها الشرطة مباشرة. بيجي بقصين مجموعة بتاع دو او هويل. وبنحط فينها هيئتهم ما ننساش الزيادة او النقصان. ودائما هويل بيجي جنبها الشرطة. سواء كتقعد الوحدة هويل او كتجاة كمان مع مين? مع دو هويل. اتمنى اتمنى كون درس النهاردة استفادنا بيه. ادننا نحصل لكم الحقادة وانيا كلها في صفحة واحدة عشان نفهمها. وباذن الله انطقى قريبا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.